ومن جامعة الأزهر إلى جامعة القاهرة حيث أعلن الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة أن اليوم هو أول أيام امتحانات الفصل الدرسي الأول على أن تنتهي في الثالث والعشرين من يناير المقبل لتبدأ إجازة منتصف العام الدرسي في الخامس والعشرين من يناير ولمدة إسبوعين من جانبه أوضح الدكتور عز الدين أبوستيت نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب في بيان رسمي له من الجامعة أن امتحانات كلية الإعلام ستبدأ اليوم وستنتهي في الثالث والعشرين من يناير المقبل وأضاف أبوستيت أن امتحانات منتصف العام بكلية الصيدلة بدأت اليوم وستنتهي في الحدي والعشرين من يناير وتبدأ كلية الهندسة غدا الثلاثاء وستنتهي في الثالث والعشرين من يناير المقبل